ترجمة نانسي قنقر تشتغل ايه؟ تنخدمة يعني؟ اه حاجة كده في حد قريب لا انت هنا في المنتزة مفيش الكلام ده انت لازم تطلع برا منتزة أصلي تطلع بقى هناك فيه مكتب الحجة وصباحة المصباح مندي يعني خدمتية طب وصمعتها ايه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا ومتحب البنات المتدينة طب ينفع راح لها دلوقتي؟ لا ده النهاردة الجمعة انت ترحلها بقى بكرة السبت من بادري بكرة السبت؟ مالي السود؟ خابت فينا انا انت لازم تطلع برا منتزة وتدوري على مكان تتاوي فيه لان المنتزة مفيهاش بيات اصلي طب وعنوانها ايه الست دي؟ تشرب الشاي وانا ادلك على عمارة شكري اشتركوا في القناة انت بارك مذهل نستظر موسيقى موسيقى lions النصير نصير موسيقى إن شاء الله تساعدك والله يا حبيبتي أنا أنا مش عارفة أقولك إيه بس أنا مقدرش أشغالك من غير بطاقة الشغل عندنا دي أصول معلش الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال أنا حجة لو تسمحيلي يعني أقوم أتوضى وصند الده وبعدين أمش تمشي تمشي تروحي فين بروح أدور على بيت عميتي دا اللي مش لقيها بقى ليه يومين استغفر الله العظيم يا رب طب أقولك إيه قوم إنتي توضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل إيه هنعمل حسابك مش هتمشي منها يعني هتشغليني؟ إن شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معنا وبعدين بقى هبقى أقولك هتشتغلي قبل الزبط إلهي يسترك ما يفضحي إلهي يجازكي بيا بكل خير أمين إلهي يصلك على مرن الله العظيم يا حبيبش أنا ما عملتش حاجة انت هتركبيني كده زنوب طب يا صلي فين يا حاج بص يا حبيبتي أخر الطرقة كده في حمال اتوضي وبعدين هتلاقي على إيدك الليمين كده القضى اللي تصلي فيها حاطر عن إذنك يا حاجة فضال يا حبيبتي ربنا يخليك يا ربنا يساعدك يا ربنا يباد عنك عدوينك لا لا قوة إلا بالله يا سينب يا سينب يا حبيبتي أنا همشي بقى يا حبيبتي طيب يا حبيب وهقفل عليك من بره زي ما قلتلك ومش هتخافي وانت قاعدة لوحدك ربنا معايا يا حبيب يا حبيبتي يا ربنا معاك بقولك تأفلي الشبابيك والإزاز وتطفي الأنوار بأماني؟ بأمان الله يا حبيب بأمان الله يا حبيب السلام عليكم السلام ورحمة الله يا ربنا يا رشد يا ابني بقالك سنتين غايب عني ويوم ما تحب تشوفني بقى عايش تستيل فلوس أعمل إيه بس يا عامل قامت الدنيا معكوكة معاها عليك والله يا عناس كلها يا ابني بس أنا أتجوزت أتجوزت يخص عليك يا ناد والله العظيم تلاتها كده جات عدايا وفي السريع ما انت عاقر في الجواز كله اتزامات من غير ما تحكي كتير انت اول ما كلمتني في التليفون وقلت انك عاوز تقابلني عرفت انك عاوز في نوس خدي يا عم هادي مية وخمسين جنيه هوم عشان لما تقصدنا في حاجة ما ينفعش اقولك لا مية وخمسين جنيه مرة واحدة على عموم تشكر ما قلت ليش الجوازة دي هصلت امتى وفين لا دي حكاية طويلة احكاها لك من مرة الجاية مية وخمسين جنيه مرة واحدة عليكم السلام طب الحمد انت لسه عايشة مالك طب اخرجي ببصيلي كده ليه تعالي اخرجي ما تخافيش اخرجي ما تخافيش فيش حد غيري انا مالك تي جميلة أنا اسمي عسلية لا عسلية اي أنا اسمي زينب وانت اسمك اي انت لازم تستحملي معي لازم تستحملي احنا كده شكلنا ملناش غير بعض يا دورة الدنيا مخبية لنا ايه موسيقى 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 والدفتور داد كامو دمي كايرو أوكي؟ ها؟ 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 لاتمي أسكو أمو صباح بيكوز شي إز زي مانيجر هير بتقولك عايزة واحدة تقعد معاها في شرم الشيخ وتكمل معاها ع القاهرة هي بتتكلم إيه بك؟ مين؟ هي بتتكلم إيه؟ تتكلم إنجليزي إنجليزي وانت بتعرف إنجليزي؟ إلحق يا أخويا طيب شوفي بقى سيبيني يومين وكلميني بعدها أكون أنا شوفت بنتي لهلوبة هل تتكلم إنجليزي يا بك؟ تب عرفتي إزاي وانت وليه؟ يا زيلة هل تتكلم إنجليزي يا بك؟ طيب عرفتي إزاي وإنت وليه؟ هاة أنا أتكلم. أنا أحكيني القصة كده. أستأذنك أنا بقى خمس دقيقة أروح أصلي العصر وارجعني. طيب يا ختلوح يا حبيب. أنا كنت لقيتك دي على الأرض مبارح وأنا بأورده بالمكتب. من تينيب عن إذنك فرزالي. يا جيكسوفياني. متتكلم إنجليزي يا حق صلاح. يا جيكسوفياني. قوي قوي قوي. ده إيه ده؟ ده أنا معي مأحد سنتين لاسلكي. ومعرفش أقول تلمتين على بعض من هي قلتهم ده. لا والله البت دي ممتازة. قوي 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 وهدية من عندك يا رب. أحمدك واشف القضل. أقول لك يا حجة. شوفي كده بطنيتين قدامي وكام هدمة من عندك يعني تكوني مش بتستعمليهم دلوقتي. وديهم لها عشان هي عيني بتنام في المكتب والدنيا برد عليها قوي عليها. والله يا حجة أنا عندي بطنيتين في المكتب وفداد مش قدامي. ومن ديهم لها بتتغطى بهم في المكتب. ومع ذلك حاضر. من عينيه لتنين. أنا هجب لها هدوم مش قديمة هدوم جديدة محترمة كمان. ربنا يا بريك. الله يخليك. طب بعد إذنك يا حبي. ما عليش اسمح ليا صلاحة. فضاء. أنا بس عايزة أشارك كده بأي حاجة. هاتيلها اللي انت عايزان. الجنالين اللي لبس اللي انت عايزان. أنا عايزة أخد السواب ده. ماشي. ماشي يا محروس. من عينيه لتنين. ربنا يديك على قد نيتك يا رب ويديك ثوابها إن شاء الله. بناك حبي. سلام عليكم يا حج. وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته. لا 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 زعلان من لكم والله. تصوّعيني من غير أكل الحد دلوقتي. لا يا حج وهتزعل. معلش حقك عليا. أنا بس كنت مع زينة بشتري لها شوية هدوم. آه أنا السواب الحاج. أولي يوم كنت بكتبها دع حاج معاكي بس. هاتي السندوتشات يا زينة بتعلي لنك والسواب. أنا وانتي والحج. لا معلش تعاش انتو. أنا لسه أصلي العشة ومتوضيها الحمد لله. أصلي فيني حاج. قبل الله يا بنتي. بص يا بنتي قدي ظهرك للشباك القبلة كده على طول. آه هو السجدة عندك على إيد الكورسي. قبل الله بإذن الله. أنا إذنك. فضل يا حبيبش. تعالي عوضي انت بقى. آه يا حبيبش. عشان تصلي بروحك. أيوة. ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليك. قديك بقى السندوتشات الأحسنين تجعان. خد. أنا. الله. أنا عايز أطلب منك طلب يا حك. أمري. يعني أنا بفكر كده يعني. إن زينة بتيجي تبات معنا هنا. أصلي بصراحة يعني المكتب برد قوي. وهنا صعبانة علي والبت باين عليها بنتي ناس. ما تبرمطتش قبل كده. اللي تشوفيها حاجة تحت أمر. ربنا يخليك ويرادك يا حاجة. الله حك. عندك حق يا بنتي. عندك حق. يا راجل اللي انت قلت هو لا ده. كسفت البيت. أنا كسفتها ولا حاجة. ما فيش أي حاجة يعني. أنا بس كنت بسألها السؤال ده عشان ليه غرض منه. ماشي يا بو غرض. ماشي. بس بقول لك هالحاجة أنا حبيتها قبل. واني كمان عشان متدينة. بتعرف ربنا حتى معرفته. صح. ربنا يبارك فيها في أمثالها يا رب. وفينا يا رب كمان. إن شاء الله هزيت. طلعت عيني الراجل بنا بنائل بتنجابسه غالما كده. أصلا الواحدة على البقى على طول. إي يا بنت الخاتم الرجال اللي انت لابسة ده. تجميل قوي شكل وحش قوي على إيدك. ده بتاع أبوي الله يرحمه. أصلا حبيتها فتكره والبسهله على طول. هفضل لابسه لغاية ما نموت. لا إله إلا الله يا بنتي معلش أنا ما كنتش أعرف. بس يظهر أبوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. حقه ما أنا بقى أسلق الفراخ على ما انت تخلصي حش والمحش. أنا بيحكي خلينا أنا نلطبخ النهاردة. أنا أكل حلوة يعجبك ده أنا شاطر. أنا عارفة إنك شاطرة. وصراحة أنا بتلكك. أنا كمان مالش نفسي عامل حاجة النهاردة. وانت بقى عايزة دوق أكلك بقى وطعامته. بس انت بتفكريني ببنتي صباح. ربنا يطمني عليها دايماً يا رب. يا رب. أنا بطلع فرختين جوه. أصلا محروسة خلحاج صلاح حييجي يتغدى معانا النهاردة. الشكله طيب قوي. والله أنتوا عيلا كلكو طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغالبان قوي. وحظ قليل قوي. عارفة مراته ماتت من مدة كده. ومن ساعتها ما شمش أي ست. يا عيني اللي كانت عيانة. لا يا أختي نامت ما صحيتش الصبح. سابع سنين متجوزها وما خلفتش. ومع ذلك كان شايلها في حدابي عنين. وكان راضي باللقسم وربنا. لا حاولها ولا قوتها إلا بالله. لا يرحبه. على فايا. يا سلامة. طبقوا بحدي تاني حبيب. لا يا حبيبتي ده كده تمامت أوي تسجم إيديك. سمي بقى وأعودي كل يالله. كتن خيرك يا حبيب. لا ما ينفعش يا بنتي عودي دعنا ها. لا عودي. ماتوا عودي تاكلي ما تكسفهمش. ولا أنت مكسوفة مني. وأعودي كله عشان يبقى يشو ملح. بنشوف بقى عمايل زينب ها. مممم. الله. تسلم إديكي يا زينب قصطب جد. انت عملك ما قلت يا على أكل حد حلوة أود. شمالة دلوقتي يعني. لا أقول يا بيت انت مكسوفة. السلام? الله 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 الله. قوي قوي. بطبخدت هذا دوء. بطبخدت. بطبخدت. ميش. بقولك يا يا بنتي. يبقى فكرين كنت تديني اسمك واسم والدتك علشان دي واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقة وشهادة ملاذ مدل الرضاهم منك اه انا انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسان حلو و والدتك اه نعمة سيد خليفة كويس كوي يبقى اختبهمني كده في ورقة عشان انا بانسى الواحد عقل مش دفتر والله حاضر يا حاج حاضر متاكل متاكل يا محروس متاكل يا زين متاكل معنون متاكل معنون يسم من الأم demiş quiser يا مليلا يعني اي حاج يعني مش هنعرف نطلع لزلة ببطاقة لا حول ولا قوة إلا من ليه انا بقالي شهرة على الحال ده يا ديكو سوفة ودي وشك منك وفين ليه يا حبيبتي ليه بس ده انت في بيتك هنا وفي عينينا ده انت مريتش علي البيت بدل بنتي صباح فيش حاجة يا بنتي بس هو في مشكلة زيارة كده ان اسمك متشابه مع اسمين وكذلك اسم والدتك متشابه برضو مع اتنين ستات واحدة من المحلة والتانية من سواج كده على قد مفتكر وانت كمان كنت قلتيلي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طلع من اسمين شمس طيب اقول لك على حاجة صباح اقول يا طيب احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمك وشهدت ميلاد جديدة زيها برضو على انك سأت قيد هو عوا كده ينفع لا كله بينفع بالفلوس بينفع بالمعارف بالحب كله بينفع فيش حاجة هنا بتنفعش بس هو كده يبقى حلالي حاجة اه ضررات طبيحة المحذورات حاجة وبعدين انت مش بتقولي نهاية بنت نهاية سوانت ضمناها وزاي بنتي يا لهو دي بنتي فعلا طب هتسيبها كده بلا هوية اه خلاص بقى يا زينب مؤضية بإذن الله بس انت بقى روح يا هاتين السمك قبل ما يتنقد حاضر يا حاجة وهركب المشروع من ناحية البحر ساحب برفق عليك يا اختفال حاجة وليه ما انا وصلها من كده كده نازل حلوة قوي دا جاكلك توصينا عالجاهز خلي بالك من نفسك حاضر يا حاجة ونقل سمك طازة وحلو هعمل كده خلي بالك عليها دي امانة عندنا يا ابن فعنينا الصلاة عليك يالسلام عليكم حاجة السلام عليكم عليكم السلام وطورك يا ابن هارجع لك انا كانت انا اكلمة ماشي مستميك شكرينا حسيني تعمل ايه؟ من حجم دياني فلوس والله العظيمة يا حسين ايه؟ ماشي خلاص السلام عليكم بس انا خافة للحاجة تزعب من ايه؟ عشان مشتريناش السمك ملحلعة زي ما هي قالا يا ستي ما تخافيوش الراجل دا حاجته بتطلع من البحر طازة وانت النقاية كم سمك احليقها ولسه لما تدقوا عمال ايدي يا ستي تستم ايدك من اجل دي اسكندرية حلوة قوي اه اسكندرية طبعا عروسة بس ازم حروسه هنا ينفع اطلب منك طلب انت تؤمر هو مرسى بالعباس قريب من هنا مرسى؟ هو يعني مش قوي خير اصلي كان نفسه روح تزوره وقال الفتحة ينفع؟ ينفع طبعا بجد؟ اه طبعا انت بتحب بقى تزور الامبلاي وكده؟ هو دا بقى ست المرسى بالعباس بسم الله ما شاء الله انا هنزل اصلي بقى يبدي ايه لي معاكي بقى؟ ايه دا انت مش نازل معايا؟ انا استرناكي هنا ماشي ما تأخريش يا زينة بحاولة انا شغلية نلف في الشوارع ونقابل الناس يعني بنعرف في البنية دا مونة وزينة بدي روحها طيبة والله يا أخويا انا شايف اللي انت شايفه بالزلط بس اقول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر وفكر عشان يحصل يا صلاة البيت مقطوع من شجرة وقعدة معايا ايه اللي هيتغايد طب هنسأل مين طيب عشان اراه انا حاجة وبعدين بني وبينك أخويا انا ما صدقت ان قلبي مال واحدة بعد ما الفت الله يا الحمد بص يا صباحا اتكلم الحاجة المصوحة خليها تصالح اذا كانت وفقت تتجوزني وانا اه انا 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 يا بي اشتبلي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمل انا احلمتي ولا لسا؟ لا ده انا لسا كنت هيصلي طيب انا عاوزاك في كلمتين اعادي صلي على النبي عليه الصلاة والسلام محروس اخو الحاج صلاح عايزي تجوزك ايه رأيك لا اله الا الله انا بقالي عندكو بس تلاتة اسابيع ومعرفش محروس وبعدين ده مبيصليش يوم بوصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسى بول عباس وقام وداني وفضل وقفة على باب الجامع وانا كنت مستنية يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاة الظهر طبق انت مش بتستقيني محروس ده مفيش قطيب منه لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طبته طب ده اللي عمله مع امراته والله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله ده كان شايله على راسه شيء خير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين هو مش بعيد عن ربنا ده قريب منه قوي بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتقادل حاله ان شاء الله وانا ما بتغادش عليك انا بقولك فكاري وقليلي رأيك وانا عايز اسألك سؤال حاجة اسأل يا حبيبت هو انا لو ما تجوزتش محروس هتزعل مني لا اله الا الله ليه بتقولي كده جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليك حاجة تانية خالص وسواء تجوزتي محروس او ما تجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك بنا يخليكي ليه يا حاجة اسم الله عليكي يا حبيبتي لا اله الا الله ليه يا حبيبتي كده ده انت زي صباح ده انت بنتي بنا يخليكي ليه يا حاجة يا حبيبتي لا كده تامان تسبب خلصينجي عمور يا فني لا اه هو فيش دكتورة ستة هنا لا فيه خليش يا استني تعليه يا دكتورة منار اسلام علي او عددكم السلام فضائみ هو انت لازم تسمع ممكن تمشي لو سمحت أنا عرفت أنه يتبع عندكم يعني حاجة كده مستورده إيه هو دواء؟ لا هو مش دواء المال إيه؟ أصلاً أنا هتجوز الألف مبروك الله يبارك فيك فيهمتي؟ لا أنا أصفل فيهمتش أمش تقولي عندي الهندي بـ 480 وعندي تايلاندي بـ 800 وفي حاجة سيني بـ 300 جنيه سيني 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 فضالي يا عروس إيه دا؟ مش إيه؟ فينو تعالي الحديث فضالي يا عروس خش بريد الكلمين مرورك بيك فضالي يا جماعة فضالي تجري كله على سنونك بسم الله ما شاء الله ألف ألف مبروك الأكل عندك هوا عايزك وتخلصوه كله إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك يا حبيبي ألف مبروك ألف مبروك يا زينا ألف مبروك يا زينا جدعم عشان دي حيلك عايز من الإيهال تميلك بيته فهموا اللي ما انتش فاهم تجد حيلك مبروك يا معيني ربنا يتمن بخير يا ربنا يلا جماعة مشاهدين نجملكوا في الأفراح سيبوا إرسال لوحدهم يلا نجملكوا في الأفراح ان شاء الله الحمد لله الحمد لله يا ربنا الحمد لله ايه ده تعالي هنا بيت ايه المؤفك هنا يا هالا تعالي خدي بنتك هاي ده معهم شوية مفيش شوية ولا شويتين يلا بيت يلا يلا بس خلصي لكله حاطر حبيبة سلاح كانش رضي يقفل نورتي بيتك عروسة ايه اي رايك في الشقة حلوة والله انت اللي حلوة زي الأمر انا عايز نقولك على حاجة يمكن يكون الوقت مش مناسب بس هنقولك انا كنت بحب مرات الله يرحمها اكتر من اي حاجة في الدنيا ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحدة ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب عارفة حسيت بإحساس غريب كده جواي عارفة طلع ايه ايه ان قلبي حبك يا زي الأمر صحيح انها يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس انا حس ان احنا نكون مبسوطين او مع بعض ونخلي فيجي خمستاشر عائل بس انا في حاجة لازم اقولك علي يا محروس وننفعش تخبيه عنك حاجة اللي مينفعش تخبيه عني يا زي الأمر اصلا انا اصلا انا اصلا انا مش هينفعيش مع واحد مش قرائد من ربنا اه انا عايزك تصلي يا محروس يا سيتة صلي عايزان نصوم اتنين وخميس كمان عايزك تئم بيا وصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي ان شاء الله هيكرم بنت وش الخير يو بنت وطمينيني عليك ليلتك عاد التنامي يو بنت تكلمي وريحيني ما تتكلمي بقى اقول لك ايه بس يا حاج ده انا مبرح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي طب عارفة والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي اه بس امانت الله يا حاج محروز ده طلع طيب وابن حلال او اللي قولي هي مراته بقالها قد ايه ميتة بقالها كده يجي سنتين وحرفة من ساعتها ما شمش ريحة ست بس بقول لك ايه محروز جوزك ده ايدو صعيبة انا مربيه وعرفاه عرفة ده لو كان وعي الروح وكان زمانه بنى عمارة اه ما هو باين الله اكبر عليه ده كريم قوي بس لازم بقى تاخد بالك منه اه انت سنة والتانية هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبابتي على مهلك عليها شوية حاج انا ما جوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعامل انت بس فهميني وانا هنفس هقولك جو حلو اول نهارده وبحر ده ايه اقول تجيني ببقى شطة عايدة ده عنده في شطة في اسكندلية كلها اه بس انا اه ايزاك تاخد بالك عشان شكلك داخر على دور بارد لا مفيش داسبون مبارح رخم خرجنا عن شعوري معلش يا اخوني فين بتاعي؟ نوعد هنا بقى ما هو عادي هنا ولا هيتردونا ولا ايه؟ ردونا ميه؟ ما ليا معارف هنا وحبايد كتير خش زي الباشا ماشي يا باشا قوضي اللي ايدك مخرومة بك ممكن بدار التكسين يبقى عندك عمارة زي يوم المصابح قالتلي فان مخرومة بس ما زال في اللا يا ستة واحنا نيش مرتين هي مرة واحدة والحمد الله انا مسطورة معايا ومرزة دي معمة ولازم نتمتع بيها سيبكم الكلام من الصباح كل واحد عايش عالطريقة اللي تريحها شكلك كده على طول هتعمل لك في دماغك وتقولها علي يقنعك بس لا خالص احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو انا مش هارف اقولك لأ على حاجة باب انت بتضحك علي انا بتكلم بالجهة والله طب يا ستة خلاص انا مش هتطاقش معك الحاجات ايدي اللي انت عايزها عليها حلو كده ربنا يفرح قلبك ويقدرني من ساعدك واين منك وانتي ايه حكاية الخاتم اللي انت لابسة فيه تاني وانا قلتلك ده بتاع ابوه وانا قررت ان انا عمري ما هلوه من ايدي يا رحمه انا كان نفس شوفه وانا هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلم وبيفوتش فارد كان كلام حلو يدخل القلبي كده يطمنا كنتش بعمل من القعدة معي متهيلي كل الابواط لزين بقوا زين هو كان رجل جميل واسمه جميل هو مين دي اللي اسمه جميل تبش قلتلي اني بك اسمه احمد محمد هو ما انا احكيلك هو كان له اسمي ناصلنا ابويا كنا بما بيننا يعني بندهله جميل بس في البطاقة ولرق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد اه كنتو بتدلعوه يعني طب ما انا كم اللي اسمي مجال بس واسمك ايه بقى غير محروس روسة بس اصحاب القرائمين بس هم اللي بندهون بيه روسة انت قولي ليه روستي بس كده روستي ايه محروس كده احلى وارجر مش عجبني روسة ده يبقى محروس اه السلام ما عايز اكون دين عايب كله قدام قدام الناس بس احنا بروحتنا ما حادش عاجة عندنا زين ألامي هي الناس ماشية مالت كده ازاي انت عايزهم لمشي زين ده صيف يا زينة بالناس عشان في �vfe عادي تقولك يا محروس انت متداين وانتعرف رباني استغفو الله العظيم برضو السطر حلو أنت بتبصى عادي عادي هو الي عادي ايه المشكلة الذناس فاتفي هين تمبر انتها ملايحة مرة بالاعباس ده خط وتمن هنا استغفو اللهرب وقته وقالي هات حرمت طب مش كنت تستني نصلي سوا لا ده مش العيشة انا بصلي ركعتين شكرا لله اصلا ربنا كرمني بك يا محروس والله العظيم ربنا كرم نانا دي انا حاس ان انا دخلت الجنة انا روح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا خليك انت انا عملهولك انا عايز اعملك شاي بايدي الحمد والشكر لي كرم والشاي الشاي الشاي اعملك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 يا محروف يا محروف يا محروف يا محروف يا محروف عشان خازي لا احكينا تحكي لي اي هذين ما تقتلهش ما ترسي كراش يا محروف سعيد انت عمش كدر بتتخط خربية الكزينة خربية الكزينة دي طبع لي بنا أيها أبيضي لا تخفيش لا تخفيش خبتها وتخفيش حبيبتي متخدش تسعليش حد يربي سحلي يا زينب دي حربايا اهلا وسهلا شليها بس من قدام انا مش قادر نبصلها ليه دي غالبانة لا بتهش ولا بتنش مطرح ما بتحطها بتردى وبتوافق والله العظيم طب بيبقى هتيها تنام جنبنا يا زينب دي مخليها معاكي ليه اصلي ايه اصلي انا اي حاجة بحلمها بتتحقق وانا حلمت بيها بالحربايا اه جاتلي في المنام وبتتكلم قالتلي ايه بقى لا دي رؤية كده قالتلي كيه الحربايا يا زينب قالتلي ان لو صحبتها ربنا هيبعد لي ايام حلوة ويسعد فتاني يوم وانا عالكورنيش بفتر روحت شفتها فافتكارة الحلم فروحت جاي باها وجاي على طول وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بقدع راجل وبيت ويلة ايديها بس معايا محفوص ربنا يجمل الحلو يحققه وتفضل معايا طول العمر بنا اخدها بص حلوة اللونها بتتغير حسنا بحلوة ايه بس يا زينب بحلوة ايه يا زينب بتوش كده برده هتتعود عليها بص اللهم 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 موسيقى موسيقى ألو؟ هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش؟ أصل الرقم اللي أنا حافظه متلخبط في الدماغي أنا اللي كلمتك مبارح يا سيدي متأسفة معلش أنا أسفة على السلامة مهد صوتك إزايك يا عم جميل أنا عسلية وحشتني قوي تليفوني دعوه ما عرفتش أوصلك أحوذ أكلمك كتير عامل إيه يا عسلية؟ أنا كويس أزايك أنت كويس؟ كويس الحمد لله لوحدي يا عسلية قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحمل أنا كنت فاكر كنستيني خلاص عسلية عسلية أنا كنت قلتلك مرة ما تجيشت زوريني عشان جوزك ما يزعلش مني بس أنا رجعت في كلامي يا عسلية رجعت في كلامي وبيقولك تعالي زوريني ولو مرة ولو مرة واحدة حاضر حاضر هاجيلك والله العظيم هاجيلك عسلية واحدة لوحدة يا عسلية يا حبيبتي يا حبيبتي جبنالك أحلى قريسة في اسكندرية يا حبيبتي مالكة زينب أنت محيطة؟ لا مالكة شوي كده مفيش أنا بس افتكرت أبويا وأم الله يرحم يا ستة تعيش وتفتكر أنا يخليك لي يا رب بقولك ايه تعالي مفيه؟ تعالي بس ستمنى بخش برجلك يمين سيدة الدوق انت مجنون يا محروس؟ برجلك يمين ماشي برجك على طول هنا انفقه لأبويا أبوك أعود يبدع تسحر ماما ده عينك ماما تتحرق يلا هوي؟ بتاع مين الدهب ده كله يا محروس؟ بتاع أنا وانتي أنا وانتي؟ بس ده كثير قوي أربعمية وعشرين جرام أصلي كانت في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس مشتري بقى ومن النهاردة فلوس دي بتاعت أنا وانتي لو انت؟ مباسي كده في ايدك الكريمة الجميلة إيه الزبدة الملوكي ده يا جدا اللو طب ما تيش هنا أهو انتي مش هتقلع الخاتم ده بقى زينة لا أنا أرضي لك لا ما انت عارف ده بتاعنا ما رحمه بوله الله يرحمه ماشي 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 طي ما شاء الله جميلة الله ما صلي على بي يا لهوي كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انتي ليه محسين ان انا حرام يا زينة؟ دول خمسين ألف جني آخر قست بطوالة عربية ودول بقى هننزل كده نشتري لك إيه؟ خمس ستوت أم من غاليين قوي وكم قميس نوم هونمي والخلخيل عليكي أنا عايزك مبسوطة بس يا زينة ربنا يخلك ليه يا محروس ولا يحرمني من دحكتك الحلوة دي أبدا بقولك إيه؟ أنا روح أشوي لك دينساية ماشي طيب والهاريسة الهاريسة نحل بيها بعد الدينساية بقى طيب وبعد الهاريسة هيدي عايزة كلامي هنقيل شوية قيل حصرينا عماط بخوزة يا لهوي حفظة مهي شهدك دلي مهي شهدك دلي مهي شهدك دلي يافيش قلت لك مرة واثنين وعشة شغيان منك ده ايه ده مصروفي ولا ايه مرتبك اللي عامل بي ايه جرية راشد اتفكيلي الحن دماغك شوية لما عاوز منك حاجة عطلطة العبد للنباء مؤسسة بدفع مرتبات في الشهر لمئة ألف جنيه لمئة للي شغالين معايا حريم رجالة جوه وبره وفيهم بشاوات يا لها وياه ومسيب انت بيب موفيا لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز اشبهك الجنبين بس واحدة واحدة بونو يا عزاء ايه دو هاد ضايع يا ولدي ليه اه هنبون ودعمونش اه هروح اجيب سكر اه دي اه دي اه دي انا بحب بعود ملاحكي اه دي غنوة حكيتلي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم كانت ليلة السودة السودة بقى ولم السودة اهو خلاص الغمة تشالت واحنا بقينا تمام زي الفل ومعلناش اي حاجة صح ولا مصح نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عاشتنا انا مش هرقصتي لأ ما ترقصيش مين اللي قال ترقصي انا قلت ترقصي انتي هتبقي نجمة الكبارية ماما هخليكي نجمة الكبارية انا فكار ده بقالي تلاتين سنة بعوني اللاق شفت بكل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة انما انتي شرباط دم كفيف لونا بتعرفي ترقصي بتعرف تعملي كل حاجة اه خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح ونشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد اعرف راشد اللي قلب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم عارف راشد يبقى مين يبقى مين صابي من سوبيان علي جوزي تا 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 ملتحقمش بيها علينا يا رب مش علي دا اللي بين أربع حطان وماسجون دلوقت حي أخرج ما تعرفش علي علي دفت هو جدع دم محامي تصدق أنا غلطانة بروحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقوله هاعمل هي بس اللي دا الحاجة ما هي الحاجة لسه موجودة يا تنتو الحاجة لسه موجودة بموت في السمارة بص يا تنتو عشان انتي حاببتي انا هعمل معاك حاجة ما بعملهاش مع حد خاص انا هتديكي مرة ونص قدر لطلبتيني مش انتي قلت شهر يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني خلاص اشتغلي معايا الشهر لغاية ما لاقي حد غيرك يا حاببتي انت ما بتسمعش قلتلك مش هرجع رقص تاني لا هترقصي يا تنتو هترقصي يا حاببتي انا مش فتح بقالة انا فتح محل وداير وناس بتاكل من وراء عيش وانا مالي ما تنزل من دماغي انا عندي حاجات عايز اعملها بص يا حاببتي انا اقدر بقون الله اخذك كده هيلة بينا واشيلك وارزعك في وسط الكبالي وترقصي ورجلك فوق رقابتك بس انا مش هعمل كده انا بحب بحبك قوي كمان انا هسيبك تاختي راحتك وتشوري عقلك وتاختي كل وقتك وتقومك تعمليلي حاجة بقى عشان انا ميت من الجوع حاضر حياتي هربية فين؟ مش هرفانة جوة حطها في كيس ولق مع الخزين في الشاي والسكر دي كانت معها طول ما هي عندكو هيلة ولقيتها في مصر وعالكورنيش وجابيتها انا مش فاهم ده ايه انا عارف يا صلاح الحلمت بيها ولقيتها وجابيتها في الحلم ولقيتها في الحقيقة طب ودي فيها ايه بتعرف لو ايه ابنة حنال بنت عمتش مالا بيه ربسة حالف وتعابين مش الحرباء اللي بتتلون دي؟ ايوة يا حد هي انا مالي طب وفيها ايه انت خايف منها ولا ايه على فاكرة دي ما بتقزيش دي ولا حاجة خالص بقولك ايه ما تجيب من الاخر كده وتقولي انت بتلف وتدور حوالين ايه هي البتة فيها عب لا والله ما فاش عيب ولا حاجة بيت لوزة بس يعني واخدها جد قوي ما تفهمنا في ايه لا لا انا فهمت خلاص يا حاج طيب انا هستأذنكو بس خامسة كده هاوصل لحدها واجيلكو تاني استني هتقوليها ايه بس؟ ما تخافش ده كلام بين الستات وبعضوهم ما تقلقش هقولها الكلام طالع منا انا يلا عن اذنكو ربنا هجعل باركة على ايدك حاجة ان شاء الله يا اخو ايه اذنكو ما يجيبها اللي ستاتها حاضر حاضر اهلا 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 السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم ديها واحدة حمر لحمة واجين لا 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 تعالي تعال انا عايزاك كده في كلمتين وهنزل على طلول اصلي محروص لما انهو على وصولي لا هو هو واصل وقاعد مع صلاح بيرغو شوية انا بس عايز اتكلم معاك كلمتين خيري حاجة في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنت يردت علي وريحيني بيشتغل سواق تاكسي يعني صندوق الدنيا يعني بيورد عليه اشكال والوان ستات حلوين بنت امارات هوانم يعني لازم اللي تبقى جوا بيته تبقى عنيها في وسط راسها ما تخلهوش يفكر في حد تاني غيرها لازم بقى تبقى هيا ايه؟ مركزة معاه ملك يا بيت؟ متنها كده ليه؟ انت فاهم اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلت مني في حاجة؟ لا ابدا ده بيقول انت نعمة من ربنا هدية وانت فعلا ست وزي القمر بس لازم بقى كمان تدور على راح الجزعة يعني يعني استغفر الله العظيم يا رب هي مش عيب بس يعني تدلعو تنخشو ترقص له بتعرفي ترقصي ولا لا بقى اعرف انت فان يا وزة ما اقول يا سايباني ده كله تعمل ايه جوه؟ تعالي ده فيه اخبار من ايالا قادي قاطرين دخلوا في بعضهم بنونسكو موسيقى 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 قلتوا في مينا يا رب هي معندهاش استجابة في كل جسمها وأنا مكدبش عليك ده شيء يقلق أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون تصاب أثناء الوقع يعني إيه؟ هتفضل تقدر طول أمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالضبط يا حاج بس إحنا لازم نعمل لها إشاعة رانين على العمود الفقري بالكامل وما خبش عليك لازم ننقلها متشفى كويسة جداً دلوقتي ويريتو كنت دلوقتي حالاً شكراً دكتور شكراً دكتور العافظة شكراً دكتور شكراً دكتور ألوفاً الإسعاف؟ آه إلحقنا بقول لك بحضرتك بكلم الإسعاف عندنا واحد ست تعباني قويامني وجدي نفس الظن إلحق ونع الظن الإله قارب يا صلاح أستنى بس هنقولك دي لازم تتنقل دلوقتي طب أنا الإسعاف قدامي هي معرمة تيجي؟ قولي خلاص خلاص يابنا إحنا هلتقلها بمعرفتنا هلتصرف إزاي؟ يا عب عز قعد تحت نستنى العربية أنا هرتصل لدي دلوقتي خليه يطلع ونجيب كورس نحطها إحنا الثلاثة ونشيلها خلي زينف نجاهزها بس بسرح يلا واحد الله خير يا عب العزيز خير طف يا رب يا عب عزيز اطلع لدي دلوقتي حالاً حالاً يلا أنا في شقة الحاجة صلاح يلا أزولي من أنه؟ جاء؟ 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 لها 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 بلها لها سرح بلها صوري الله بلها أنت تستنبعنًا اتمنى بلا تعمل بلا يا زينب بقولك ان انسيت المفاتيح فوق خلي صراحي خليها معاها يا عم سلاح وانا بيجيب معك مفاتيح انسيتهم زينب بقولك ايه غطيها كويس للدنيا بال حاضر يا عم سلاح على مهلك وانت نازل يلا اخوان تبرا العربية وقفة برا ولا لا ما تشيني يا عب عزيز يلا واحدة واحدة على مهلك ما عليها على مهلك افتح الباب طب مان يا بكتور ايه الاخبار اشعاتها كلها تماما وعمودة الفخر سليم متهيالة ترجع البيت احسين يعني ايه ترجع البيت يا دكتور دي مشلولة ومتتكلمش ومتنتقش يا خارص ارجع البيت ازاي بالحالة دي يعني امش بيهزة في الشارع وده ازاي دي يا فن ميت يا فن ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده دي تعبانة تعبانة عارف يعني ايه تعبانة يا دكتور مش معقولة كده حرام عليك ما عليش يا حبيبتي فشدة وتعدي وانت ست مؤمنة قول يا رب قول يا فالك حبيبتي يعني ايه تخرج بالمستشفى يعني ايه هاي بالحالة حاولي تقول اي حاجة ايه تتكلمش يا دكتور احبت علي يا حبيب انا مش فهمة منك حاجة قول يا دكتور اروح بيها ازاي يعني ما هي في الحالة دي لا بتتكلم ولا بتنتقل يا فندم احنا ما اصرناش معاها صدقني ارجوك ايه ده يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس انا مش جده يعني مش بطريقة دي معلش يا فندم ايه ده ايه ده اربوك عني فندم لا يحاجة الدكتور ما قلش حاجة عالط ده بيقولوا ان الحاجة الحمد الله قويسة قول شكتن وسألك Dank الا حدين داCon أستغفظ الله، أستغفظ الله أستغفظ الله أستغفظ الله أستغفظ الله الحمد لله أنا أما بالله يا أخو مش هتكلمني علي بقى فكرة جوزة أقعد عليها مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ أنا جايب لك عش تست ولا أنت واخدة على البلد ولا يا أخوارك صباح الرضا يا كبير البشوان بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخوي علي معاليش البركة فيك مشكلة كده مع جمعته فيها جواز وطلق وحضانة يعني حوارك كده مش عايزين نشغلك بيها حبيب يا عمهم ربنا يوسع عليك الإسلام معالي في السلام مع السلام لما يبقى جانبه أخليك اتكلميه وما نشوف كلي يا أخو يا كول أنت عارف أنا كنت أروح فيك بكرة كنت أروح أشوف علي وأقوله إنك خطفتني وأشوف حيعمل فيك إيه أنت مش مصدقني يا فتون بقولي تقلب عبك لسانه أحضرك هنا يعني هو عايز نقود هنا بناربع حطان أكل واشرب ونام زي المعيز الموضوع ده تقفل ما تقفلش الحطة بحشيشي علي أهو أيوة يا أخويا أيوة أيوة تليفون أنسي أيوة أنا مراتي علي وعايز أكلمه شكرا يا أخويا بني أحفظك ألو الله الله يا ست الستات أيوة يا علي وحشتني لا بجد وحشتني قوي قوي ما تكلميني دلوقتي يا فتون عصيلة ده أنت أكدع مرة في الدينة دي كلها قولها العظيم واحدة ربنا راشد غطفني 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 وقدني عند واحد صحب أنا اللي قلت الراشد يغطفك عارفها ليه عشان أنت ست واطية ما مصمتش العشرة ده قتل الونش عشانك قتل الونش عشانك يا واطية عارفها يا فتون لو أنت قدامي أنا كنت أخفهمك أنا عارفك وأريك زي كف إيدي اتعياطي أنت بتكلمني عنده الصحب سمع يا فتون وكتب ربنا لو غبتي على الراشد أو غفلتي ده أنا هتبحك أقولك لا لا مش هتبحك ده أنا هشرب من دمك أول مخرج من هنا فهمة ماشي يا سيد الرجالة أنا هسمع كلامك وحفظ الأعدة مع صحبك وبن عمك دول مش أنت عايز كده ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص أفضل أكلمك في التليفون وكل ما أكلمك يهددني ديني يا راشد شكرا يا سيد الرجالة يا جنونة أي يا علم أيه ده بس يا علي طيب اسمع يا راشد الفتون ما تغيبش عن عينك طيب ما تغيبش عن عينك اسمع الكلام طيب ما تغيبش يا سيدي بقولك قدامي هي ومش تتحرك من هنا ما تغيبش وخلاص طيب 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 يا علي طيب يلا سلام مهدا ما يرديش ربنا أنا أفضل قادة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما من عمك يغرج مين اللي قال كده بس لا سمح الله علي عايز تطمن عليكي وانت معي هدهيش برنسيسا هتخرجي وتتفسح وتعملي كل اللي انت عايزه طيب ايه رايك في طالع الاسكندرية مين دول بيطلع اسكندرية أنا وانت وفتول في مصلحة هنقلصها ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نظيف ونعمل الدماج ونرجع حنوح اسكندرية امت؟ دلوقتي هيستني بقى يا فتول ولما هي مصلحة إيه اللي هيطلع فتول معانا ما انت شايفة زاء أنا هنفسحوك يا فتول هنسي ما تقريني فيه إيه أنا اللي سايق يا راشد بالطم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم مالك بس لا تأخذه سنة ولا لوم لهما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ممكن دعانا ولا هيحطونا بشيء من أي من إلا بمشاء وساعة السنور سنوات ولا يقود وحب الظهر مواقع يرئيها يعني عايزة كده؟ عايزة كده؟ يعني إذا كنتي عايزة كده ده ده هيبقى إن شاء الله أمر وسهل بإذن الله يا فلوح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدول الأول ما مفيش ما نعلمش في السكتين يمكن ده ربين يسهل بواحدة فينا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هم أحضر لك شوط شوط أحضر لها شوية قاتل وأحولوله عبده دم اللساني أبقى وقوري صلاة الله العظيم والحمد لله الله أبره لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله لا لا أنا مقدرش أقول إني حبيته بس إيه بس لسا بفكر في الحسن بس بس هو بيحبني آه عيني بتقول كده إيه إنت نمتي وأنا بكلمك بسحي بسحي وأنا عيش معاه هنا على طول مش إنتي بخصوطة معاه هنا تس تفتكروا ما صباحها تخيف كنت عيش أنا وأهلي في ليبيا عندما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر وإحنا في طريقنا المصر ضرب الشغل بقين عمالين نجري نستخب أي من وشمال مش عارفين نروح فين بتلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم ده بحوم قدام عناية ما بقتش عارف عامل إيه بسبب أنهم كنوا طلبين فيديا طلبين فنوس وأنا ما كانش معانا فنوس نتفحق يجب أن يتعلم تعمل على الأشياء محاجنون محاجنون أعفل ناكسة اللقاء فجأة مصبباً ياه! قد إيه كنت محتاجة الخروجة لحيوجي ولو إني مش وقتها والله اللي حصل ده يا زوزولة تاني على بال ولا على خار معلش إيه اللي انت بتقول ده؟ وانت زنبك إيه يا محروس؟ ده قد ربنا الحمد لله طبع بس يعني إحنا ما تملناش شهر جواز وانت بدلا ما تفرحوا خانتوا في مستشفيات ودجالين ومتاهات منهاش كافة ما تقولش كده أمو الصباح دي غالية علي وخيرها مغرقني ممكن يا سيدة على الجواز الأيام جاية كتير ادعي بس ربنا يعافيها يا رب يا زوزولة يا رب كنوا عشان رأسك لك تشكر يا خوية على الغدوى العسل دي ده انت كنت بتكلف أخي بزادي خمسة في عينك وانت دفع حاجة من جيبك اللي قولولي بقى محي الفصحة خلصت كده ها خلصت هاسبتوا ساعتين زمن نروح عاضي مصلحة واجبك سبنا فيه الشاق شايت يا هونس شايت يا جبعة أفخم شاقة فيك يا اسكندرية الله الله يا صاحبك ده طلعتين ده لسه دفع ست ورات لمية في الغدع متبلمع ولاية حد قولي الكلام ده يا جدع سيبت قولي اللي هي عايزة يا هو يلا بنعشان هنروح للسحر وعم صلاح رد عليك؟ فيها صلاح با بيكنسل عليك يبو أكيد على وصول ممكن ما تخش انت صح الحاجة خليها تفاول والنبي خليها ده أنا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس انت صح الحاجة تتخبط السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي يا ست تفضلي يا ست بيتك مطرحك تفضلي يا ست مجلع ست الله يسلمك يا أخوي ده محروس أخوي الصغير أهلا وسهلا أهلا بك يا أهلا يا زينب أمو صباح أملا إين؟ الحمد لله دي اسمك زينب خلهم وصلي على النبي ده اسم بركة على اسم ستينة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عليكم السلام طيب أخش أنا أشوفها بعد أسلوكم مارك يا زينب لاحظي عرسان جدال بس لسه ملحقتنش تعرفوا بعد كويس جوزوا بسرعة أوي ايهتا؟ تعرفت المهم.. حشرا بينسون ولا يفحمة دين بس خليهم يحمروا أوي سرعي الحمد يا حضرلك الخير يا عسلية أنت تفضل يا ستة كل بركاتك يا ستة تفضل تفضل يا ستة تفضل تفضل يا ستة تفضل يا ستة تفضل يا أبدا إليكا سراء زينة زينة زينب 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 الله حسنا زينب 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 الله حسنا زينب زينة أنا بايني أغمى عليه أولني أولني محروص انت واحد كده زينة تعالوا ها على مهلك زينة حزب الإزاز على مهلك لنا حصل زينة مهلك زينة 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 مهلك انت ليه بتتنفضي كده زينة ممكن عشان بتوخت عشان مكلتش تولي اليوم ومكلتش ليه يا زينة ماتعك يا زينة أنا كويسة طيب مروح للدكتور أخرج انت للست برعيب ماتعول على الست يا زينة بنا مش هسيبك مينفعش السبعة ده لوحدها يا موض أخرج لها يعني انت كويسة؟ أنا كويسة والله مش خطر أخرج أستر يا رب يا قاوي يا قادر يا قاهر يا منطقم يا ظاهر انصرني انصرني وقدرني على كل عدم الجن والإنس العون 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 احضروا وبينوا احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطهرة الزكية انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والصناء وЭطع يا صاحب اللطف اللطف المينا والصناء وإطاعة يا صاحب اللطف كارماك حلينا يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم دمين زيانتك ايه محشرتك ايه وحدك ايه يعني طب ليه اي زيتها ابعد لعظوك احمونا احمونا يلحطي في اللطف يلحطي في اللطف يعني انت اللي مكتفين أجداد قوي وغطبين عشان وقعت على واحد فيه طب هنعمل إيه بقى في المصيبة السودة دي أنا عندي اللي صالحنا عليهم بس عبالما استدقينوا انتفق فيها كم يمكن بابا نيم إيه ووقت على حد أنا مش مصدق الكلام ده صلاح ما إحنا البني قدمين كده جهلة ما بنصدقش اللي اللي بنشوفه معانينا طب جسدتي عشان يحصل اللي انت بيتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول إيه المطلوبة؟ عايز أبخور بس غالي شوية بخمس تلاف جنيه ليه؟ أقولك عليه واجيبه انت ماشي يتجيني الفلوس وأجيبه أنا ماشي اللي انت عاوزه طب أنا عندي حل كويس قدي لحضرتك دلوقتي تلات تلاف جنيه ولما يكمل المبلغ أكمل هملك الخمسة بقى تجيب انت البخور دي حاجات غالية وتمنى بيتدفع المؤدم أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا خلاص يا حاجة صلاح قدي نذيارو حقبك خمس تلاف جنيه أنا هاجي بععك يا محروس استني انت بص على امراتك هي يا مصاباح خير ان شاء الله مبروك عليك القوزة تانية يا عسلي أبو سيدك يا كوسر ما توضحنيش خمار بسم الله ما شاء الله الجبردة يا بيت تتجوزي واحد وانت على زمة الثاني شوش سكوتي يا جواص سكوتي انت هربت لما راجد قتل الوينب نعم صابت بقولك سكوتي حسكت بس وقليلي الناس دي دفيعوا معا فلوس ما انت حتحت الحصى خمس تلاف جنيه عايز ايا كان الخمس تلاف دول علاك سلفتك أما علاج جنتي بقى فمعايا آمني بخمسة وعشرين الف جنيه عالاج ايه علاج ايه علاج الفضيح اللي هعملالك وصد نسائبك الجدد يا عسلية أنا هجيب لك 25 أفجني مني من جوهنم أنا مالي انتوا بستنى عليها أسبوعين بس هتحكى علي بأي كلم عشان نجيب لك المبلغ أسبوع ولما جبتشي فلوس يا حبيبة قلبي هقول لجوزك على المستخدمي كله يا عسلية أنا أول ما أعرف أني في الخور بخلص تلاف جديد نحنظر أنهم توقف على رجليها للسرعة بس عارف يا زينب السيت اللي اسمها كاوسر دي خطيرة جد والله شفت عارفت إزاي اللي احنا متجوزين جديد ستة عجيبة لد ولا أولا شفت إلا ما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي اللي لابسينه مصاباح لا 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 الحكاية بجد السيت دي بتعرف صح ولا إيه ممكن مالك يا زينب انت تعمانا أنا ممكن أقعد النهاردة منزلش لا لا روح شوف راك إيه دي ربنا سبحانه وتعالى إيه وقل أعماله فسير الله عمالكم ورسوله هو المؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم طيب أنا مش هغيب أمونا هيدفع بس تأميني العربية وتالي جاي انت هتروح له مصاباحه أنا حضر الغداء الأول وروح له طيب محروس طيب خد بالك من نفسك بقى حاضر أنا عايزك أنت لتغذي بالك من نفسك حبيبتي الحمد لله رب بزعتني بملكة جمال أولا وعندها الإيمان ده كل في قلبها طيب أعمل إيه وروح فيه ربنا يخليك لها سوزول أخليك يا محبس أخليك معي يا ريسة شكرا ممم إليس أنتي يا الله السلام مصلا شفتي? ياسيت المفاتيح. ننسي بني بص في عيني كنسة نفسه. يالله حبيت. سينا معاني بكم. زينب. زوزو. إن تفعينا أوتطي. حقزين. زفتي. زينب. 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة